ونتكلم عن مشكلة صغيرة أوي أو يعني حنقول مشكلة حنقولها في وقت قليل أوي لأنها مشكلة بسيطة وكان عادة صاحبة المشكلة لما بعثيكي قاليكي أنا ببعثيكي يا ردو وأنا عارفة أني أنتي مش هتقرر الرسالة أنا مش عارفة ليه بيعتقد أني مش هقرر الرسائل وعارفة أني أنتي حتى لو قرأيتي رسالة يعني حتستبسطيها أوي فمش هتردي علي لكن حقيقة أنا لقيت في الرسالة بتاعتها معنى معنى مهم بنوتة جميلة صغيرة السن أب مطلق أم مكبر دماغه تماما ملوش علاقة بالحياة ما يعرفش عائله في سنة كام يعني يعرف أسامين بالصدفة يعني ممكن يشوفهم كل 65 مرة إن شافهم أم بتشتغل طول الوقت بورا البيت شغلانة واثنين وثلاثة بشأن تعرف تكفي على عائلها بشأن تعرف تصرف على عائلها بشأن تعرف تأكل ده وتصرب ده وتعلم ده وتكسي ده وتلبس ده وتجي وراء ده وتودي ده الدكتور وده عايز دروس خاصة وقصة اللي كتير من الأمهات أو ستات المنطلقة المنفصلة أو الأرامل عايشين فيها طيب إيه قصة بقى البنوتة الجميلة دي البنت دي بتقول إنه نظرا لإنه ما فيش بابا خالص أبا مش موجود ونظرا لإنه ماما بتشتغل طول الوقت بره فأنا قاعدة في البيت لوحدي تماما صحاب سوء ومتيجي ننزل متيجي نخرج متيجي نعمل طبعا في مواقف أنا مش هينفع أذكرها خالص لإنه أنا بقول دايما إنه إحنا بنيجي نتكلم حتى لو حنصدر الصورة السيئة فنصدرها بشكل محترم لإنه فيه احتمال كبير أوي يكون فيه برانيت صغيرين في نفس السنة بيتفرجوا علي ماكنوش بيتعلموا أو ماكنوش متعلمين بعض الحاجات اللي أنا ممكن أقولها فغزبا عنهم هم يتعلموها فبالتالي أنا دائما وأبدا في أي رسائل بتجيدي بفلطرها لإنه حتى لما بقول الحاجة الوحشة لازم أقولها بطريقة صح مهم يلا نعمل كذا يلا نروح التفرانية يلا ننزل كذا طب مش عارفة مين طب إحنا مش عارفة مين صهران عند مين طب ما تريد نروح وهكذا والأسف لأن الأم يعيي مجغولة طول الوقت برى البيت فالمنت بتقول أن رجليها كانت حتفلت كانت حتقع في الخير لحد لحد ما إحنا دائما بنتهم الرجالة في البرنامج ده أن هما بيعملوا كذا لكن القصة هنا بقى مختلفة شوية قبلت شاب راجل محترم كان بإمكانه أن هو يستغل لها كان بإمكانه أن يستغل لأن ما فيش بابا خالص وماما تقريبا مش موجودة طول الوقت والأخ مكبر دماغه في حتة تانية خاز فكان ممكن نلعب في الدماغ وكان ممكن نخص بأن أنا بحبك وحشتيني وإحنا لازم نعمل كذا ولازم مش عارفة وحتجوزك طبعا يا حبيبتي بس أنا عصي لسه متخرك كلام بل إحنا هي بتشوفه في الأفلام اللي تلعب بجد حقيقة مهم أنه هي بتقول بأن هي قبلت هذا الشاب المحترم هذا الرجل الجميل اللي وقفها قولها لها أنت بتعميه ده غلط قولها لها أنه أنا بحبك وبحترمك وأنه أمك أو والدتك بتعمل دور سامي جدا مهم جدا في الحياة أن هي مكفية على وشها ثلاث صغلانات صبح ودور الليل على شقة تعرف تكفي عليكو فبالتاية ده لازم يكون لي احترام مش مقابل بتاعه وأن أنا أخرج وانزل مع صحبي واتفسح واتضرب الدنيا يعني كذا وما حدش بي حاسبني وقالت أنه لولا هذا الرجل أو لولا هذا الشاب قد ضاعت وبعد شويت بقت صغيرين الولد كويس فستوى كويس اتقدب اتخطب بعد شويت بقت أصغر عملوا كتب كتاب وشويت وقت كمان اتجوزوا قد بقت سي فالرسالة دي هي معاها طفل ما قلتش بنت ولا ولد طيب ايه بقى أوليه أنا بقول القصة دي النهاردة رغم أنه عندي قصص مأسوية أكتر من كده بكتير لأنه زي ما بنقول في البرنامج ده أنه بنقابل أنماط من الرجالة بتبقى غريبة جدا علينا أنماط من الرجالة بتبقى عايزة تستغلنا تستغل مشاعرك أو تستغلك مدين أو تستغلك شكلا أو تستغلك موضوعا أو مهنيا أو اسمك من قصين لو كان بيمثل حاجة في المجتمع سواء أنا مثلا لو واحدة موزيعة ولا واحدة سيدة أعمال ولا واحدة موزيعة في الراديو ولا واحدة مخرجة مشهورة ولا واحدة ممثلة أنا كان زي ما بنقول نحنا بنقابل رجالة في حياتنا أشكالهم كده بتبقى غريبة بنقول كمان بقى فيها وبس أن فيه ابن الحلال فيه واحد كان ممكن يلعب بعقلي ويلعب بقلبي وأنا بنونة صغيرة ويقعد يقولي أنا بحبك وبموت فيكي وهتجوزك وبتاع وينول ما ينول ويقولي مع السلامة رفض هو كان طريق الصح بالنسبالي هو اللي وراني الطريق وقالي اللي أنت بتعمليه ده غلط ولما سمعت الكلام خطبني ولما سمعت الكلام اتجوزني ولما سمعت الكلام خلفت وعيشها سعيدة ومبسوطة وردية لعمره زليني زي ما هي قالت ولعمره قال لي فقرة مش عارفة إيه ولعمره قال ليه وأيه بتقول الحمد لله رب العالمين هي ما عملتش أي حاجة حرامة ما عملتش أي حاجة غلط لكن رجليها كانت حتى انفلت في ده لولا الراجل ده تستفاد إيه بقى من هذا الموضوع غير إنه فيه راجل كويس وراب الوحش وده طبيعي اتهي من قلبك اتهي من هنا وانتي ساجدة كده هي لنه رب ديني ابن الحلال اللي يحافظ علي اللي يطبطب علي اللي لما عمل حاجة حلوة يقول لي كتر خيرك اللي لما عمل حاجة وحشة ما يقوليش انتي ما بتفهميش يقول لي كده غلط اللي ما ياخدش كلمة نظرة أولى وانه نظرة حلال وانه عادي جدا يعني ده أنا يعني حابغض البصر بس هعمل إيه اللي كانت وقفة قدامي وبعدين أنا قد طريت تقض نمي التليفون عشان هي وقعت تكعملت قدامي فأنا اضطريت قد البصر بقى والكلام ده نعم حنقول لن احنا نبقى عاديم مع بعض اللي بوسي ستة الحلو هقوله غاستة جميلة مش عارفة إيه بس أنا أحلى ناخد الراجل اللي أحبنا طب طب علينا يقف في ظهرينا يزودنا ما يسحبش مننا يقولي انت هتعميه الصحة وانا حامش وراكي أو حامش قدامك وهدلك على الطريق يسكت مش لفاكرا لما كنتي بتعملي مش عارفة إيه وده انت تحملي ربنا هو ده نحن نبقى له فيها بس اختاري صح ورجالها الكويسين كتير كتير زي ما بنقول ان فيه رجالة وحشين في القصص اللي بتبعت لنا لكن أنا بقول ان فيه رجالة كويسين كتير بس تقفي على أرض صلبة واختاري صح ويتهي ربنا وأنا ده رأيي أو مش ده رأيي ده يعني إعجابي بهذه القصة وبمنتع الأمانة ترجمة نانسي قنقر